اشتركوا في القناة السامية لجلالة الملك المعظم في افتتاح القمة الله يمسيكم بالخير الحقيقة هي تهنئة واجبة لصاحب الجلالة الملك المعظم وصاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء هي تهنئة للبحرين هذا البلد العظيم قياده الشعب ما في شك بأن استضافة القمة العربية والأسرار على نجاحها في ظل هذه الظروف الدقيقة التي تمر فيها المنطقة هو في الحقيقة استشعار المسئولية تجاه أمتنا العربية وقضاياها هذا موقف فيه الكثير من الجرأة والشجاعة والحكمة فعلا ظروف دقيقة كما ذكرها صاحب الجلالة في كلمته واصفة إياها بأنها ظروف تمس أمتنا في هويتها وأمنها وسيادتها وسلامة أراضيها هنا يعني يستشعر صاحب الجلالة حجم المسئولية لحماية مسيرتنا العربية المشتركة وأكد أننا نجتمع اليوم من أجل فلسطين مؤكداً أن مصلحة شعبها يرتكز على وحدة صفة كهدف منشود ما في حياد عنه نعم سعى دكتور علي ما أبرز ما لفت انتباهكم في مخرجات القمة لسيما بيان القادة وكذلك البيان الختامي لقمة البحرين الحقيقة أنا أريد الإشارة والإشادة بإعلان البحرين اللي أكد على توافق الدول العربية من خلال تقديمة في بداية الإعلان بأننا نحن قادة الدول العربية مجتمعين هذه فيها إشارة للتوافق التام والجدية الكاملة لتنفيذ ومتابعة هذا التوافق اللي الحقيقة يعكس كافة الغضايا الهامة في وطننا العربي لابد من الإشارة للمبادرات الخمس اللي قدمها إعلان البحرين وأولها كانت الدعوة لمؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ودعم دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وكان ملفت للنظر بأن الإعلان يعالج قضايا مستقبلية وليست حالية فقط ذلك بالتركيز على التعليم والصحة والتكنولوجيا فيها نظرة مستقبلية للأمام الحقيقة في الختام لابد من شكر كل بحريني وبحرينية أعملوا طوال عام كامل لإخراج هذه القمة بشكل يعكس احترافية وكفاءة عالية في استضافة مثل هذه القمة فشكرا لكل من يعمل خلف الشاشة شكرا جزيلا لكم سعدت الدكتور علي بن محمد الرميحي عضو مجلس الشورى رئيس لجنة أشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس شكرا جزيلا لك